عايز بس أقول لحرككم النهاردة أنه على المستوى المصري كان فيه اجتماع والاجتماع ده معروف في العالم صحفياً لما بيبقى فيه ملف كبير أي مجتمع يبقى مهتم به بشكل مباشر بيبقى فيه حاجة اسمها البريفينج أو بيبقى فيه حاجة اسمها عرض الموقف وعرض الموقف ده بيتم من خلال المسؤولين الرئيسيين اللي مسكين الملف لعدد من الصحفيين ورجال الإعلام اللي بيتعاملوا مع عرض تفاصيل هذا الملف ده بيبقى موجود دي سنة صحفية أو عرف صحفي يعني عريق موجود في جميع أنحاء العالم ده حصل النهاردة على المستوى المصري حصل على المستوى المصري لأنه النهاردة كان فيه اجتماع الاجتماع ده نظامه المجلس الأعلى للإعلام بحضور وزير الراي والموارد المائية وزير الراي والموارد المائية هو المسؤول بشكل مباشر طبعا الدكتور محمد عبدالعاطي هو المسؤول بشكل مباشر عن إدارة الملف فنيا وتقنيا احنا فيه وزارتين في مصر بيتعاملوا مع الموضوع ده على المستوى السياسي وزارة الخارجية وعلى المستوى الفني وعلى المستوى التقني وزارة الراي والموارد المائية وأقدر أضيف لحضراتكم أنه مش بس الدكتور محمد عبدالعاطي بيتعامل معاه على أنه وزير لا هو بيتعامل معاه على أنه خبير في الملف ده تعامل معاه على مستوى خبرته الفنية وحياته قبل ما يتحمل مسؤولية الوزارة وبالتالي كان لقاءه النهاردة اللي نظمه المجلس الأعلى للإعلام أهميته في أنه بيتكلم كمسؤول وبيتكلم كخبير على المستوى الفني ده كان بعد التصريحات اللي خرجت من رئيس الوزراء الإثيوبي ما هياش آخر الخط في الحقيقة ما هياش قصدي الوحيدة أنا أسف هي كانت آخر خط تصريحات من مسؤولين إثيوبيين عن فكرة الإصرار على ملء المرحلة التانية من السد أو اللي احنا نعرفه باسم الملء التاني للسد كان آخر الكلام هو اللي خرج من رئيس الوزراء الإثيوبي وكانوا بيحتفلوا أو بيأكدوا فكرة عشر سنين على مشروع سد النهضة وكان بيكلم قدام البرلمان الإثيوبي زي ما قلت لحراركم برضو ده حننقشه على المستوى السياسي مع الدكتور مصطفى الفيه لكن إيه اللي حصل النهاردة إزاي تم التعبير عن الموقف المصري هل في حسابات معينة أو خطوات معينة على المستوى الفني هتقوم مصر بإنها تخدها ممكن أسأل الصحفي قبل ما يكون كمان رئيس المجلس الأعلى الإعلام الأستاذ كرام جابر وراح بحرك معينة